موسم الألعاب الناري بدأ وهذا شهر أكتوبر أقوى أشهر السنة أو بداية فترة أقوى أشهر السنة اللي هي الربع الأخير نبدأ ونعلمكم الألعاب اللي بتنزل هالشهر وتحمسوا وجهزوا محافظكم أول شي عندنا Assassin's Creed Odyssey جزء جديد من سلسلة Assassin's Creed من شركة يوبيسوفت وهالمرة المغامرة راح تكون في اليونان والعهد الروماني وفي إمكانية أنك تختار شخصية ذكر أو أنثى من بداية القصة واللعبة بتقدم عناصر RPG بشكل أعمق من السابق في التطوير والقتال والتعامل مع الشخصيات في الحوارات بالإضافة إلى أن حرب السفن رجعت في هذا الجزء ثانياً ميجامان 11 بعد غياب طويل ترجع لنا شخصية ميجامان بمغامرة جديدة وبجزء 11 من السلسلة من شركة كابكم اللعبة تقدم لنا خليط ما بين أسلوب اللعب الكلاسيك اللي تعودنا عليه مع إضافة بعض الأفكار الجديدة مثل إمكانية تغيير قدرات شخصية ميجامان لقدرات أخرى متنوعة اللعبة هالمرة تعتمد على رسوم ثلاثية لابعاد بس بتصوير جانبي مثل الأجزاء القديمة فورزا هورايزن 4 سلسلة ألعاب السباقات والعالم المفتوح فورزا هورايزن من استوديوات بلاي غروند جيمز ترجع لنا بالجزء الرابع واللي رح يكون هالمرة في بريطانيا ومن الإضافات الجديدة في هذا الجزء واللي الكل كان ينتظرها في تغيير الطقس والفصول بالإضافة بأكثر من 450 سيارة من أكثر من 100 شركة مصنعة للسيارات وتعديلات كثيرة بشكل تفصيلي للسيارات حسب ذوق اللاعب سوبر ماريو بارتي سلسلة ألعاب الطاولة الجماعية من شركة نتندو ماريو بارتي ترجع لنا بجزء جديد والأول مرة على النتندو سويتش واللي رجعوا فيه بالسلسلة إلى جذورها في طريقة التحكم ولكل شخصية حريتها بدون الارتباط بمركبة واحدة اللعبة تقدم معها أكثر من 80 لعبة مصغرة ومجموعة مختلفة من الخرايط لأول مرة في السلسلة رح يكون فيها لعب تعاوني عن طريق الشبكة WWE 2K19 جزء جديد من سلسلة ألعاب المصارعة المبنية على اتحاد WWE من شركة 2K وفريق التطوير يوكس وحسب مسؤولي فريق التطوير هذا الجزء رح يبعد عن أسلوب ألعاب المحاكاة الواقع اللي لعبنا في الهزاعة السابقة رح يكون التوجه للعب السريع والأكشني يعني نقول زي بداية السلسلة ومن أهم إضافات هذا الجزء هو طور القصة للمصارع دانيل براين اللي رح تلعب فيه قصة المصارع حتى حصوله على لقب بطل العالم Call of Duty Black Ops 4 جزء جديد من سلسلة ألعاب التصويب Call of Duty اللي تسمونها كود من شركة Activision وهالمرة الدور على فريق التطوير ترايارك لتقديم لعبته وقرروا إصدار جزء جديد من Black Ops بجزء رابع وعكس كل أجزاء السلسلة هذه المرة ما فيها طور قصة ورح تعتمد بشكل كل علن أونلاين بالأطوار المعروفة مثل الملتي بلاير والزومبي ومن أهم الإضافات الجديدة للسلسلة هو طور الباتل رويال المعروف في Black Ops Soul Calibur 6 سلسلة ألعاب القتال بالأسلحة Soul Calibur من شركة بانداينامكو ترجع لنا بجزءه السادس واللي بيرجعون فيه لأصول القصة وأكثر شي مميز في هذا الجزء هو إضافة شخصية Geralt of Previa البطل الشهير بسلسلة ألعاب The Witcher كشخصية رئيسية بهالجزء حتى أنه ظهر على غلافها واللعبة أكيد تضم عدد كبير من الشخصيات الكلاسيكية في السلسلة واحتمال كبير جداً إضافة شخصيات أخرى كضيوف للعبة ونقول ختامها مسك واللعبة اللي كلكم تنتظرونها Red Dead Redemption 2 بعد ثمن سنوات من إصدار الجزء الأول ترجع لنا شركة روكستار بإصدار الجزء الثاني كان من المفترض أنها تصدر السنة الماضية لكن تعرضت إلى تأجيلات كثيرة الجزء هذا يرجع لنا بشكل ضخم جداً وآحد من أضخم إنتاجاتها السنة راح تكون إحداث الجزء الثاني قبل الجزء الأول وشخصية رئيسية هو Arthur Morgan اللعبة تصنف بأنها لعبة أكشن منظور ثالث مع تأكيد توفر منظور الأول كخيار لك إذا حبيت تلعبها بهذا الشكل يعطيكم العافية على المتابعة لا تنسون تقلون لنا في التعليقات وش أكثر لعبة متحمسين لها في هذا الشهر شوفكم بإذن الله في فيديو قادم كم معكم محمد لبسيمي مع السلامة